ندعو المتسابق الثالث حافظ القرآن الكريم فوفانا ما ماد من الجابون ويقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر السؤال الأول يقرأ من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء بل هم أضلوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء الذين هم أضلوا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين آمنوا سبيلا من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا حسبك آمنوا سبيلا حسنت آمنوا سبيلا سؤال الثاني أولاء حسبك سؤال الثاني القرأة من قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من فحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن قيمة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لإن السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى قال رب شرح لي صدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولي وعد أنقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له أنقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له شيخ يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل عدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فطونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى حسبك 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 استمع سؤال الرابع يقرأ من قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير أعيد أعيد ليكونن وأقسموا بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لئن جاءهم نذير وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا حسبك السؤال الخامس والأخير اقرأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حسبك أحسن تبارك الله فيك نتوقف لفترة